حرب كلامية بين سفيري الولايات المتحدة وروسيا لدى الأمم المتحدة حرب لا تقل ضروة عن مثيلتها فوق الأرض السورية حيث أدت غارة أمريكية على قوات للنظام السوري في دير الزور إلى غضب موسكو رغم اعتراف واشنطن بالخطأ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة خرج غاضبا من جلسة طارئة كانت دعت إليها بلاده لبحث قصف التحالف على دير الزور فيتالي تشوركين غاضب من تصرف سفيرة الولايات المتحدة سامنتا باور التي تركت الجلسة وذهبت لمخاطبة الصحفيين لتنقل لهم رفض بلادها اتهامات روسيا للولايات المتحدة بالتواطئ مع داعش وتندد أيضا بازدواجية روسيا في دعم النظام السوري بحق الفيتو كلما ندد مجلس الأمن بجرائم نظام السوري لطالما استخدمت روسيا وبشكل دائم الفيتو ضد القرارات المنددة بجرائم النظام السوري ومذ عام قررت روسيا أن تقف إلى جانب النظام السوري وأن تصاعد من وطيرة العنف في الأراضي السورية السفير الروسي خرجه أيضا ليقول للصحفيين إن بلاده لا تصدق أن الغارات الجوية الأمريكية في دير الزور كانت خطأا معترفا بأن العلاقات مع واشنطن تمر بمرحلة صعبة قلت لكم بأنه قد يصعب التصديق أن تكون الضربات الأمريكية وقعت بالخطأ العالم كله يعلم أن قوات الحكومة السورية تنسق مع الحكومة الروسية في منطقة دير الزور نحن نمر بأوقات عصيبة في علاقتنا مع واشنطن أجمات واشنطن هدفها عرقلة تنفيذ اتفاق الهدنة في سوريا مراقبون يرون أن التصعيد الكلامي بين الولايات المتحدة وروسيا قد يعجل بانهيار اتفاق الهدنة الهشة بل ويعرض علاقات البلدين لمزيد من التوتر على خلفية تضارب المصالح والوجهات خاصة في سوريا رمضان بالعمري العربية